بعت وزير داخلية محمود توفيق برقية تتهنئة لرئيس عبدالفتاح السيسي بمناسبة حلول عيد الأطحى المباركة وفي البرقية تعهد وزير داخلية ببدل المزيد من العطاء والوفاء وتقديم كل غال ونفيذ في سبيل إعلاء الحق والدفاع عن أمن الوطن والزود عن مقدرات ومكتسبات شعبه العظيم والحرص على تدعيم ركائز الاستقرار كما بعت وزير داخلية برقية تتهنئة لكل من المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب والمستشار عبدالوهاب عبدالراسق رئيس مجلس الشيوخ بمناسبة حلول عيد الأطحى المباركة كما بعت وزير داخلية برقية تتهنئة لرئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي بمناسبة عيد الأطحى كما بعت وزير داخلية برقية تتهنئة لكل من فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر ومحمد مختار جمعة وزير الأوقاف ومفتي الجمهورية شوقي علام بمناسبة عيد الأطحى المباركة كما بعث محمود توفيق برقية تهنئة لكل من الفريق أول محمد زاكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربية والفريق أسامة عسكر رئيسي أركان حرب القوات المسلحة